ندوة تثقفية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا وتحت عنوان سيدة كشفي أبكى لتطمئني أسرع نحن بشكل دوري من ساوي حملات منها حملات اللقاح وحملات توعية وحملات من أجل سرطان الثدي بكون بالوقت الراهن نحن في شهر عالمي لسرطان الثدي طبعا نحن منذ ما يقارب الأسبوعين انتهينا من حملة لقاح الحصبة التي دامت أسبوع كامل بالقاح جميع الأطفال في كافة المحافظات وانتقلنا إلى بواحد الشهر وترافقت معه ببداية الشهر بحملة لقاح الشلال التي نحن دائما مستمرين بوقاية مستمرة لأطفالنا بشكل دائم ولكن بهمنا مع الأطفال هنا السيدات يعتبر الكشف المبكر عن هذا المرض من أهم الأسباب لتفادي الحالات الكثيرة والعديدة وبهذا السياق قمنا بدعم وزارة الصحة من خلال تقديم أجهزة ماموغرامز وأجهزة مواج فوق صوتية وذلك من أجل التصوير والكشف المبكر عن الحالة السرطان الثدي التي تصيب النساء في سوريا الندوة تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الاكتشاف المبكر عن السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان الرحم وعنق الرحم والتي تعد من أخطر أنواع السرطان التي تصيب النساء وإلى ضرورة توخي الحذر من مضاعفات المرض والتنبه لسبل التشخيص والعلاج وضرورة التوجه إلى وحدة الكشف المبكر عن الأورام بكافة المحافظات والتي تم إنشاؤها في الآوينة الأخيرة خصيصاً للكشف المبكر عن السرطان